اول حاجة معي هنا تلت كوباية من المياه الدافئة معي كمان معلقة كبيرة من السكر وكمان معلقة كبيرة من الخل هدوب السكر في المياه سوري هي خميرة مش خل معلش نسيت هدوب بقى السكر كويس جدا دلوقتي هنسل ببيضة بجرد حرارة المطبخ عندي هنا معلقة واحدة من الزيت النباتي معي كوبايتين من الدقيق عليهم رشة من الملح ننص معلقة صغيرة وننص معلقة صغيرة من البيكنج بودر معلقة كبيرة من الحليب البودر لو احنا حطنا في الاول خلص لبن بدل المياه ممكن نستغنى عن معلقة اللبن البودر دلوقتي هنعجن دلوقتي بقى هعجن الحاجات بتاعتي الخريط بتاعي كويس جدا مدة حلوة كده مش اقلم اقل حاجة خمس دقايق ممكن يبقى اكتر وطبعا لو احتاجنا شوية مية هنزود علشان كل نوع دي بيختلف عن نوع الثاني دلوقتي انا شايف ان هي نشفة شوية معي هزود شوية مية بشوية صغيرين كده مش هكتطر وطول ما انا باعجن هشوف اسا كانت محتاجة مية معي ولا لأ دلوقتي العجنة معي بالشكل ده كده هحط لها معلقة واحدة بس من الزبدة كده وارجع بقى اعجن تاني خمس دقايق كمان هغطيها واسبها العجنة بتاعتنا بقيت جاهزة معي دلوقتي بقى هنزل بالعجنة بتاعتي على المفرش شايفين بقى قد ايه هي خفيفة جدا وحلوة جدا جدا دلوقتي هقسم العجنة بتاعتي على مرتين دلوقتي بقى هبتدي افرد النص اللي انا عملته هفرده كده على قد ما اقدر دلوقتي بعد ما فردت العجنة بحاول اساويها على قد ما اقدر واشيل الزيادات انا عايزها مستطيلة دلوقتي بقى هحط في الرول بتاعي شوية من الفلفل الالوان اللي موجود عندنا اي حاجة وشرايح كده من اللانشون او اي حاجة بقى نحشي بيها اللي احنا حابينه ده لانشون فراخ انا جايبها الرول الصغير ومقطع شرايح طويلة بالشكل ده كده عشان يسهل علي وكمان معايا رشة من الجبنة اي نوع بقى جبنة عندنا عايزين جبنة تشيدر منتريلة حتى لو الجبنة الحدقة العادية زي ما احنا حابين دلوقتي بقى اخر حاجة انا معايا جبنة فتة وزودتها شوية لبن صغيرين عشان بس تبقى اي صايحة معايا بالشكل ده كده دلوقتي بقى هلف رول كده بكل سهولة بروحة جدا دلوقتي هلف العجينة كمان لفة بالشكل ده كده زي ما قلنا الحشوة طبعا اللي احنا حابينها مش هنتقيت بحشوة معينة بالشكل ده بقى جهز معانا الرول دلوقتي بقى هقسم العجينة زي ما انا حابة الحجم اللي انا عايزيه انا عايزيها صغيرة نوعا ما بالشكل ده كده دلوقتي بقى هنقلها علوة الصينية دلوقتي بقى هسيب العجينة بتاعتنا تتخمر دلوقتي الفطاير بتاعتنا بعد ما تتخمرت بقى تجهزة معانا انا هدهن بس الوش دهنا بسيطة معايا هنا الدهان اعبار عن ايه؟ عن معلقة من الزيت معلقة من الحليب البودر معلقة من اللبن السايل قلبتهم مع بعض وهدهن بهم الوش كويس جدا طبعا اللي حابة بيدهن بيت براحته و اللي حابة بيدهن زبدة برضو دي حرية شخصية اللي انتو حابينه اعملوه دلوقتي بقى انا هحط الفطاير بتاعتي في الفرن على درجة حرارة 220 ده الفطاير بتاعتنا بقت جهزة معانا بعد ما طلعت من الفرن بالشكل الجامل ده شكلها و طعمها تحفى يجننوا والحشوة من جوه بجدة حلوة جدا و يارب فيديو النهاردة يكون عجبكم و اللي عجبوا الفيديو ياريت يسيب لي رأيه في كومنت و السلام عليكم و رحمة الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر